وإلى ملف الحرب في غزة والتلويح الإسرائيلي المستمر بشن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي القطع فبعد يوم من تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو على أن أي اتفاق للتهدئة سيتم التوصل إليه مع حماس لا يؤدي إلا إلى تأخير الهجوم على رفح أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن الجيش قدم خططاً لإجلاء النازحين من رفح استعداداً للاجتياح المرتقب فيما نقل موقع أكسيوس أن إسرائيل أبلغت مصر بأن العملية العسكرية في رفح لن تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين نحو سيناء ومع الإعلان عن تقديم الجيش الإسرائيلي خطة حكومة نتنياهو إلى حكومة لإجلاء المدنيين من رفح استعداداً للاجتياح البري تتوالى التنديدات الدولية من عواقب هذه الخطوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس حذر من أن الهجوم على المنطقة المكتظة بالنازحين سيشكل ضربة قاضية لبرامج المساعدات في القطاع والتي لا تعد كافية من الأساس وحتى أقرب الحلفاء لإسرائيل الولايات المتحدة أعلنت أن الرئيس جو بايدن لم يطلع على أي خطط لإجلاء المدنيين من رفح وعلى لسان مستشار الأمن القومي الأمريكي للبيت الأبيض جيك سوليفان شددت واشنطن على ضرورة وجود خطة واضحة وقابلة للتنفيذ قبل أي هجوم وقبل نحو أسبوع أصدر الدول الاتحاد الأوروبي بيانا جماعيا باستثناء المجر حذرت فيه من أن اجتياح رفح سيفاقم الوضع الإنساني لنحو مليون وخمسمائة ألف فلسطيني محشورين هناك من جهته حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من خطورة اجتياح رفح وكذلك استمرار الحرب خلال شهر رمضان ما قد يزيد من مخاطر توسع الصرع جاء ذلك خلال لقاء جمع العاهل الأردني بالرئيس الفلسطيني محمود عباس شدد الأخير خلاله على أن اقتحام رفح سيترتب عليه مخاطر جسيمة أما وزير الخارجية السعودية الأمير فايصل بن فرحان فحذر خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن التبعات الكارثية للخطوة لها تبعات كارثية إذن هذه الخطوة داعيا إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين بدوره قال وزير الخارجية المصري سامح شكري أن أي هجوم بري على مدينة رفح سيصفر عن تداعيات سلبية وسيضاعف من معاناة المدنيين بالقطع وفي حين تتشارك وكالة الأونروا المخاوف ذاتها بشأن تبعات اقتحام رفح فإنها حذرت من شبح مجاعة تلوح في الأفق في القطاع بأكمله خاصة مع انخفاض المساعدات التي دخلت قطاع غزة خلال شهر فبراير إلى النصف مقارنة بالشهر الماضي